يذهب مع بن عوضان وبقيادة أحمد بن راشد الغيلاني بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام ومتابعين العزاء أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير من أرضية عاصمة الميادين الذي يشهد انطلاق سن الحجاج لهذا اليوم وانطلق بحفظنا من الله ورعاية شوطن الأولى الرئيسي للقعدان اثنين كيلومتر رحلة الأشواط تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لجميع المشاركين في جميع هذه الأشواط نذهب مباشرة إلى مقدمة الشوط حيث من تتابعون عبر قناة ياسر رياضية الناقل لهذا الحدث الكبير مقدمة الشوط مباشرة مبلش تعود الملكية خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا مبلش مع الصدارة عديم يتقدم مع المركز الثاني محمد بن نابت بن محمد بن خيلة من يقدم لنا عديم ولكن اللي يغير على الصدارة من الجانب الآخر شاهين علي بن سلطان بن محمد بن علي الهاشمي أعلن حضوره الهاشمي مع البداية ومع مقدمة الشوط ثاني المراكز اللي في المركز الثاني شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري من يقدم لنا شاهين غير مع المركز الثالث وتقدم في هذه اللحظات الماهر خليفة بن سلطان بن رشيد الاكتبهي المركز الرابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات جناد عبد الله بن خميس بن عبد الله الهاشمي أنشوف اللي في المركز الخامس ينطلق مباشرة ويأتي المختبر أمبارك بن سعيد بن مبارك بن عايد الاكتبهي الوصول الجديد القدوم هناك من شاهين سعود بن علي بن عامر اللي أبري وصلبوا علي وصلوا هالي السلطنة ولكن لنعوده لنعوده مع المقدمة لنعوده مع الصدارة مع البداية هلولة مع مقدمة الشوط يتقدم شاهين شاهين يتقدم علي بن سلطان بن محمد الهاشمي المركز الثاني من ياتي جناد عبد الله بن خميس الهاشمي المركز الثالث شاهين سعود بن علي لأبري يتقدم وينطلق مع شاهين غير شاهين واحتل المركز الثاني في هذا الانطلاق والمسهر سعود بن علي بن عامر القابري يقدم لنا شاهين المركز الرابع من ياتي مشاهدنا كرام شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري ولكن نعود مع الإبداع نعود مع الرجس يحلو مع القعادين في مقدمة الشوط والمركز الأول شاهين وشاهين شاهين يقدم لنا الهاشمي وشاهين يقدم لنا القابري بوحلي سعود بن علي بن عامر القابري يبي السلام لأهل المشرف القادم الواصل المقرم غريب بن مسلم بن حمدي لنيبي مع المركز الثالث ولكن لنا نعود مع الاثنين نعود مع شاهين وشاهين في صراحة لقوياء والأبطال شاهين 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 سعود بن علي اليابري شاهين الهاشمي الناموس وين الفوز وين ما بين شاهين ما بين شاهين الآخر ولكن خط النهاية أهالي بيدية الرمال الذهبية سلام وتهنينة لمالك شاهين علي بن سلطان بن محمد الهاشمي المركز الثاني شاهين سعود بن علي بن عامر اليابري المركز الثالث المقرم غريب بن مسلم بن حمدي لنيبي المركز الرابع من وصل شاهين سالم بن سهيل بن مسعود العامري خامس المراكز عديم محمد بن نابت بن خيلة نذهب إلى التوقيت الزمني نذهب إلى التوقيت الزمني لنتعرب بناموس هذا الشهوط وبهذا الانقلاق مع التوقيت الممتاز في هذا الصباح هكذا مشاهدين الكرام تهانين والناموس على هذا الفوز والإبداع ولحظة الوصول شاهين معلن الفوز دقيقتين خمسين ثاني خمسا من الأجزاء علي بسلطان بن محمد بن علي الحاشمي سلام بدي سلام شاهين سعود بن علي بن عامر القابري قدم عرض يشكال علي أبو علي من قدم شاهين دقيقتين خمسين ثانية سبعا من الأجزاء مع المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثالث من وصل اللي هو المقرم غريب بن مسلب بن حمد القنيبي قاطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام التوقيت الزمني دقيقتين ثلاث وخمسين ثانية ثلاثا من الأجزاء رابع المراكز من أتانا في رابع المراكز شاهين سالب رسهل بن مسعود العامري قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام التوقيت الزمن دقيقتين أربع وخمسين ثانية ستا من الأجزاء خامس المراكز عديم محمد بن نابس بن محمد بن خيلة قطع المسافة في زمن وقدر مشاهدين الكرام دقيقتين وأربع وخمسين ثانية وتسعا من الأجزاء هكذا كانت النتيجة تحانين والنموس لجميع الفائزين في هذا الصباح